موسيقى السادة المشاهدين مساء الخير وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص من العاصمة الأمريكية واشنطن وفيه نصديف السيدة رندا فهمي السيدة فهمي تعمل اليوم مستشارة في منظمة معطنون من أجل أمريكا آمنة وهي قد عملت سابقا كمساعدة لوزير الطاقة الأمريكي في عهد الرئيس السابق جورج بوش الأبن وهي بنفس الوقت عملت أيضا كمستشارة لعضو مجلس الشيوخ سبينسر إبراهام واليوم هي تدير شركة استشارات دولية وسياسية في العاصمة الأمريكية واشنطن السيدة فهمي بذلت جهودا بالتعاون مع أبناء الجالية السورية من أجل وصول قانون قيصر إلى ما وصل إليه اليوم في الكونغرس الأمريكي السيدة فهمي مرحبا بك في برنامجنا أود أن أبدأ سؤالي الأول بمشروع قانون قيصر ما هو وضعه الحالي في الكونغرس وماذا يحتاج ليتم التوقيع عليه من قبل الرئيس دونالد ترامب كما تعلمون فإن مشروع قانون قيصر سوف يفرض عقوبات إضافية على المصرف السوري المركزي بالإضافة إلى حكومة الأسد الروس والإيرانيون بشكل أساسي وأي شخص يتعامل مع الحكومة السورية بالإضافة إلى أنه سيعنى بحماية المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية للشعب السوري حاليا مشروع القانون قد مر في مجلس النواب كما حدث خلال المرات الثلاثة الماضية المشكلة هي أنه لم يشق طريقه إلى مجلس الشيوخ بالطريقة المناسبة حيث تم إلحاقه في حزمة مشروع القانون الأول الذي تم تقديمه في مجلس الشيوخ حيث تمت الموافقة عليها هذا التشريع بصيغته الخاصة والذي يتضمن جملة قوانين من بينها قيصر ثوف لن يمر في مجلس النواب اليوم لكن الآن فإن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ قد أعلن علانية أنه سيفعل ذلك بالفعل لقد قدم مشروع قانون قيصر وسيمرره من خلال اللجنة إلى التصويت هناك العديد من المعارضين لمشروع القانون من هم؟ ما هي وجهة نظرهم؟ ولماذا يعرضون مشروع القانون؟ إنه أمر مثير للاهتمام لأنه عندما نعمل على مشروع القانون بكل جدية خلال العام الماضي لم نسمع أي اعتراض عليها بالطبع باستثناء حكومة سوريا ومؤيدي الأسد نسمع الآن بعض أفراد المجتمع يعترضون عليه ولكن بصراحة شديدة لا أعتقد أنهم قد قرأوا مشروع القانون هناك نسختان مختلفتان هناك نسخة في مجلس النواب تختلف عن النسخة في مجلس الشيوخ وهكذا عندما يعترض الناس أسألهم ما هي النسخة التي تعترضون عليها؟ نسخة مجلس النواب أم نسخة مجلس الشيوخ؟ وهل قرأتم مشروع القانون؟ بشكل عام فإن إجابتهم هي لا لم نقرأ مشروع القانون الذين يقولون أو يسمعون عن ما هي الأحكام في مشروع القانون اعتراضهم الأكبر هو أنه سيؤثر على الشعب السوري بمعنى آخر سينتهي المطاف بعقوبات تؤثر على الشعب السوري وهذا في الواقع غير صحيح فيما يتعلق بهذا القانون ربما هناك اعتقاد قوي ليس فقط بالنسبة لأعضاء مجلس النواب ولكن بشكل عام بأن العقوبات سوف تؤثر على الشعب ويعتمدون في هذا الاعتقاد على تجربة سابقة عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على نظام صدام حسين في العراق حيث كان الشعب العراقي هو من عانى في النهاية أنا أعرف القضية العراقية جيدا كنت أعمل في مجلس الشيوخ الأمريكي في عهد الرئيس كلينتون عندما تم فرض العقوبات لقد ساعدت بالفعل في تقديم المساعدات الإنسانية للعراق من خلال الحصول على التراخص المناسبة من وزارة الخزانة وكانت هناك جالية عراقية نشطة للغاية في ولاية ماتشيغان وساعدتهم في توصيل الإمدادات الطبية وحليب الأطفال إلى العراق لكن الوضع الآن مختلف تماما لن أؤيد إطلاق أي تشريع من شأنه أن يؤثر على الشعب السوري إنهم يعانون بما فيه الكفاية هذا القانون محدد للغاية ويستهدف المصرف المركزي السوري وكبار الرجال الأعمال والصناعة الذين يتعاملون مع نظام الأسد وليس الشعب في الواقع يوجد في هذا المشروع فقرة تنص على أنه ليس فقط على المساعدات الإنسانية من المنظمات غير الحكومية أن تستمر أيضا وفي حالة العراق فقد كان لدينا نظام صدام حسين لكن في الحالة السورية ليس لدينا نظام الأسد فقط بل الروس والإيرانيون لذا فإن هذه العقوبات الإضافية سوف تستهدف دعمهم لنظام الأسد وأود أن أقول للمشاهدين أن الروس والإيرانيين لا يساعدون الشعب السوري أبدا وعلى العكس من ذلك هم يزيدون البؤس ويزيدون من الوضع الرهيب للناس المحاصرين داخل السوريا سوف أعود إلى موضوع مشروع قانون قيصر أنت ذكرت أن المشروع كان ملحقا بمشروع أكبر وأوسع لماذا جرى ذلك وتم وضع قيصر ضمن قانون موسع ومن ناحية ثانية ما هو الأفضل بالنسبة لمشروع القانون هل الأفضل أن يكون ملحقا بقانون أكبر أم أن يتم التصويت عليه بشكل منفصل لأننا نعلم أنه تم تمريره في مجلس النواب ونحن نعلم بالفعل أن رئيس ترامب أصدر بيانا من البيت الأبيض يقول فيها إنه بمجرد أن يصبح القانون جاهزا فسيوقع عليها عندما تم تضمين مشروع القانون الأول لمجلس الشيوخ الأمريكي والذي كان يسمى S1 كانت هناك مساعدات لإسرائيل ومجموعة مساعدات اقتصادية للأردن والتي أعتقد أننا يمكن أن نتفق عليها جميعا ومن ضمن ذلك القانون الموسع كان لدينا مشروع قانون قيصر وسبب إضافة مشروع قانون قيصر إلى مشروع القانون هذا هو أننا والجميع اعتقدنا أنه سيتحرك بسرعة عبر مجلس الشيوخ وهذا ما حصل وسوف يذهب إلى مجلس النواب ويتم تمريره ثم ننتهي ومع ذلك فإن التعقيد جاء عندما أضاف عدد قليل من أعضاء مجلس الشيوخ بندا إضافيا وذلك قد تسبب في قدر كبير من القلق بين الناس سواء في مجلس الشيوخ أو في مجلس النواب كان هناك فقرة تتعلق بحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات وعدم المشاركة في أي شيء يعتبرونه زيادة نأف احتلال الحكومة الإسرائيلية لفلسطين ولسوء الحظ فإنه عندما تم إرفاق تلك الفقرة الرابعة وعلى الرغم من أنها مرت في مجلس الشيوخ إلا أنه ليس هناك أي بصيص أمل في تمريرها في مجلس النواب وهذا ما تسبب في حدوث تعقيد في غضون ذلك أقر مجلس النواب نسخته المستقلة الخاصة بمشروع قانون قيصر والتي تم إقرارها وهي تختلف عن إصدار مجلس الشيوخ لغويا فقط وكما ذكرت أعلن السيناتور ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أعلن أن مشروعه S-52 وهو مشروع قيصر مستقل وسوف ينتقل الآن إلى اللجنة في الكونغرس لقد بذلتم أنت والجالية السورية هنا في أمريكا الكثيرة من الجهود والتقيتم بالعديد من القادة والأعضاء في الكونغرس ومجلس الشيوخ ومجلس النواب عندما قابلتوهم ما هي الصعوبات التي واجهتك لإقناعهم بدعم مشروع القانون حسناً إنه سؤال مثير للاهتمام لم تكن هناك الكثير من الصعوبات في الحصول على دعمهم بصراحة كانت المشكلة أنهم لم يعرفوا شيئاً عن مشروع قانون قيصر عندما بدأنا هذا الجهد قبل عام وتحدثنا إلى بعض كبار أعضاء مجلس الشيوخ كان ردهم ما هو مشروع قانون قيصر لم يعرفوا ما هو لأنه انتقل من خلال مجلس النواب حيث تم تمريره ثم توقف في مجلس الشيوخ ثم انتقل إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ لكن بكل المقاييس لم يحظى باهتماماً من قبل أي شخص ثم كما ذكرت كنت أعمل مع منظمة مواطنون من أجل أمريكا آمنة وقد اجتمعنا وقمنا بتحليل الوضع ولأنني عملت في مجلس الشيوخ كنت أعرف الإجراءات ولذلك قلت هذا أمر لا يصدق لماذا لم ينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ لذلك كان التحدي الأول هو تثقيف أعضاء مجلس الشيوخ حول مشروع قانون قيصر هم لم يعرفوا ما هو مشروع القانون لكن وبمجرد أن شرحنا لهم عن مشروع قانون قيصر وما يتضمنه فتحوا أعينهم مستغربين وبعد ذلك أصبحوا على دراية كاملة بأحكام قانون قيصر وفي الواقع اليوم هناك دعم كامل ومطلق من الحزبين الجمهوري والديمقراطي كنت قد سألتك عن الذين يعارضون مشروع القانون هل التقيت معهم؟ هل حاولت أن تفهم وجهة نظرهم؟ بالتأكيد هناك عضوا واحد في مجلس الشيوخ يعارض بشدة مشروع قانون قيصر لعدة أسباب قبلناه مرات عدة في محاولة تغيير رأيه إنه معروف بوجهات نظر مختلفة بين أعضاء مجلس الشيوخ لديه وجهة نظره الخاصة بكل شيء وهو لا يدعم العقوبات إنه شخص يفكر بمفرده نعم إنه السيناتور راند بول من كنتاكي التقينا به عدة مرات لمناقشة الوضع وبصراحة لم يعرف القصة الكاملة لقد كان يفترض مخطئاً بوجود أشياء على أرض الواقع في سوريا ومن هم حلفاء الأسد وكيف عمل المسيحيون في سوريا وكيف أسيئت معاملتهم لذلك استغرق الأمر بعض الوقت من أجل تثقيفه ومع ذلك فإنه حافظ على موقفه وبقي لا يعتقد أن العقوبات هي النوع المناسب من الحلول إنه ليس من محبي الأسد لكنني أعتقد أنه يريد التوصل إلى تسوية تفاوضية وهو أمر غير وارد بالنسبة لنا في هذه المرحلة السادة المشاهدين فاصل قصير ونعود لاستكمال الحوار مع السيدة رندة فامي ابقوا معنا أهلا بكم مجددا ونستكمل حوارنا مع السيدة رندة فامي من العاصمة الأمريكية واشنطن مس فامي؟ السيدة فامي ماذا عن السيناتر راند بول هل باستطاعته فعل أي شيء ضد مشروع قانون قيصر في مجلس الشيو في المستقبل؟ أجلس الشيو في المستقبل هل هناك أي افكت على هذه السيناتر؟ في الجلسة الأخيرة للكونغرس وقف راند بول أثناء مناقشة مشروع القانون واعترض عليها كان ذلك من خلال مناورة إجرائية لمنع مرور مشروع القانون وكما تتذكر فقد حصل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة ولم نقم بأي تشريع لسوء الحظ وانتهت الدورة التشريعية لذا كان علينا إعادة تقديم كل شيء من جديد في الجلسة في كانون الثاني يناير وفعلنا ذلك على الفور حيث تم تقديم مشروع أس واحد وتم تقديم نسخة مجلس النواب ووافقوا عليها بسرعة وقد أصبحنا في موقف يتعين علينا فيه تحريك هذا المشروع منفردا لكن هناك حالات يمكن أن يتم فيها منعه وفقا لإجراءات معينة ونحن نعمل على ثلاثة احتمالات مختلفة لإجراء منورة إجرائية في مجلس الشيوخ مع أعضاء آخرين في المجلس لا يستطيع من خلالها راند بول منع إقرار مشروع القانون السيدة فهمي أنتم في المنظمة والجالية السورية الأمريكية قمتم بالكثير من الجهود من أجل دعم مشروع قانون قيصر وقد التقيتم مع عدد من أعضاء الكونغرس وكل شخص يعرف أن هذا النوع من العمال يتطلب مصاريف مالية كيف تغطون هذه المصاريف؟ هل هناك أحد ما أو جهة أو حزب ما يدعمونكم؟ ليسوا أحزاباً بل أفراد أود أن أشكر الدعم السخي من قبل أفراد الجالية السورية في أمريكا الذين يضعون دعمهم المالية في هذا المشروع إنهم يهتمون كثيراً ببلدهم هذه هي الطريقة التي تتحرك بها منظمتنا إلى الأمام على سبيل المثال سافرت عبر الولايات المتحدة من كاليفورنيا إلى فلوريدا ومن إلينوي إلى كينساس لقد عدت للتو من أوهايو وكنتاكي ونيويورك سوف نستمر في التواصل مع المجتمع السوري الأمريكي من أجل الحصول على دعمهم المالي بشكل عام لقد كانوا كرماء للغاية في دعمهم لهذه الجهود إنهم يعرفون مدى أهميتها ليس للحاضر فحسب ولكن أيضاً لعائلاتهم في المستقبل إنهم يريدون أن يكون أطفالهم الذين ولدوا ونشأوا هنا قادرين على العودة إلى سوريا حرة مستقرة وديمقراطية دون وجود ديكتاتور في الحكم أذكر أن الإدارة الأمريكية وإدارة دونالد ترامب قد عبرتا عن موقف يدعم مشروع قانون قيصر كيف خرج بيان البيت الأبيض هذا؟ عندما كنا نواجه صعوبات في إيصال مشروع القانون خلال دورة الكونغرس الأخيرة شاركنا وحصلنا على دعم أعضاء مجلس الشيوخ لصالح مشروع القانون لكننا أدركنا بسرعة أن السيناتور بول ربما كان سيعارض وقد فعل ذلك هم صريحون جدا لذلك اتصلنا بالبيت الأبيض وسألناهم هل هناك أي شيء يمكنكم القيام بها؟ مع العلم أن الرئيس ترامب له علاقة إيجابية للغاية مع السيناتور بول ثم علمنا أن الرئيس ترامب وإدارتها كانوا خلال النقاشات المجرى دعمين للغاية لمشروع قانون قيصر وقد رأوا أنها فكرة رائعة أن يقرر البيت الأبيض التعبير علنا عن موقفه من مشروع قانون قيصر وقد أصدروا بيانا بهذا الشأن وهذا شيء تفتخر به منظمتنا للغاية لأنه نادرا ما يحدث أن تحصل على بيان من البيت الأبيض خاصة فيما يتعلق بقضية لها علاقة بالسياسة الخارجية التي تركز على تشريع معين بنفس الوقت أعلن الرئيس دونالد ترامب عن بيان عن الوضع في إدلب شمال سوريا حينما كتب تغريدة على تويتر تحدث فيها عن الوضع في إدلب وقد ذكر اسم امرأة أو تحدث عن امرأة سورية ما هي قصة هذا البيان؟ هذا شيء نفخر به أيضا المرأة السورية التي ذكرها ترامب هي طبيبة سورية أمريكية وهي رئيسة لمنظمتنا مواطنون من أجل أمريكا آمنة كانت قادرة على القيام بزيارة للرئيس مرتين ففي أول مرة قابلته فيها كان هناك نوع من الحملة التعريفية حيث قالت إن هذا هو اسمي وهذا ما أنا عليها أريد أن أخبركم عما يجري في سوريا وقد استمع الرئيس استمع بالتأكيد المرة الثانية التي قابلته فيها كانت بعد فترة وجيزة حيث قالت السيد الرئيس إنك تذكر أننا تحدثنا عن سوريا حسنا أريد أن أخبركم عن كارثة كبيرة ستكون هناك مجزرة بحق المدنيين في إدلب وقالت لدي عائلة هناك وهم قلقون للغاية الروس والإيرانيون مستعدون للانضمام إلى قوات الأسد وهم على وشك قتل هؤلاء المدنيين الرئيس سمعها عن كثب وقال لا لن أترك ذلك يحدث وفورا بعد ذلك الاجتماع اتصل الرئيس بوزير الخارجية بومبيو الذي كتب تغريدة قال فيها إنه لا يمكن الاقتراب من إدلب من الأفضل للجميع عدم مس إدلب مباشرة وعلى الفور أصدر وزير الخارجي الروسي بيانا قال فيه إنهم لن يقوموا بأي عملية في إدلب وهذا يعطي مثالا جيدا على خريطة الطريق إذا كنت تريد أن تدافع عن موقفك في واشنطن وفي هذا المجال كانت منظمتنا ناجحة للغاية في قدرتها على إنقاذ ملايين الأرواح في سوريا وهذا هو بالضبط ما تعنيه الدعوة من أجل تثقيف أعضاء الكونغرس والحصول على الدعم الآن يمكن القول أننا نحظى بدعم كشعب سوري من غالبية أعضاء الكونغرس ومن البيت الأبيض ومن الرئيس دونالد ترامب ما رأيك عما سيحدث في النهاية؟ هل تعتقدي أن مشروع قانون قيصر سيمر في النهاية؟ إنها فقط مسألة وقت كما ذكرت لدينا ثلاثة طرق مختلفة نخطط من خلالها لتحريك مشروع القانون وواحدة من هذه الطرق الثلاثة ستحدث قد يستغرق الأمر بعض الوقت لكنه على ما يرام استمرت الحرب في سوريا لمدة ثماني إلى تسع سنوات ونحن على استعداد لانتظار الوقت المناسب للقيام بذلك حتى ننجح لكن عملنا لن ينتهي بعد مرور قانون قيصر ولا يمكننا الجلوس والاسترخاء علينا أن نتأكد من أن الإدارة لديها الأدوات اللازمة لفرض عقوبات قيصر لذلك على سبيل المثال فإن العديد من العقوبات تستهدف الأفراد نحتاج إلى مساعدة الإدارة في تحديد هؤلاء الأفراد ومساعدتها إذا احتاجت في تحديد أين يتدفق المال وإلى من ومن هم الأشخاص الذين ينتهكون تلك العقوبات هذا مهم جدا جدا لذلك فإن تطبيق قانون قيصر هو ما سنكرس له جهدنا بعد أن يتم إقراره الشعب السوري بشكل عام لديه نوع من الأمل فيما يتعلق بهذا المشروع هل تعتقدين أن القانون سيمر هذا العام أو أنه سيتأخر إلى سنة أخرى؟ كما تعلم لدينا ثقة كبيرة في أننا سنرى ذلك في عام 2019 كما ذكرت يعتمد الأمر على التحركات الإجرائية التي نعمل بها عن كثاب مع أنصارنا في مجلس الشيوخ يجب أن أقول آخذة في الاعتبار جميع وجهات النظر أن غالبية الجمهوريين في الوقت الحالي مهتمون كثيرا مثلنا من أجل تمرير هذا القانون برأيك ما هي أهم عناصر مشروع القانون؟ أو ما هي أكثر الأجزاء من العقوبات تأثيرا ضد النظام السوري والذين يدعمونه؟ أنا أتحدث عن نسخة مشروع قانون مجلس الشيوخ في الوقت الحالي وهو القانون رقم واحد وهي نسخة ممتازة إنها تزيد العقوبات على المصرف المركزي السوري حتى الآن فإن هذا المصرف ليس مستهدفا بالضرورة وهناك الكثير من التجارة غير المشروعة هناك وأموال السوق السوداء التي تتدفق عبره لذلك يتعين علينا أن نكون قادرين على مراقبة ذلك هذا هو أول شيء الأمر الثاني هو أن نسخة مجلس الشيوخ تدرج أسماء الأفراد الذين يشاركون في دعم نظام الأسد القاتل وهكذا فإن نسخة مجلس الشيوخ تسمي في الواقع الأفراد سواء أكانوا أشخاصا حكوميين أم أشخاصا في القطاع الخاص وهذه النسخة تلاحق إيران وروسيا الجميع يعلم أن روسيا وإيران تدعمان الأسد وروسيا تدعم فقط طالما تستطيع الحصول على شيء يفيدها لكن عندما يدرك الروس أن التدفقات المالية قد قطعت ربما سيبدأون في رؤية الأشياء بشكل مختلف هل توافقين على أولئك الذين يقولون أن مشروع قانون قيصر لن يكون له أي قوة أو سلطة قضائية وأن الولايات المتحدة ستستخدم عقوبات مشروع قانون قيصر لأغراض سياسية هل توافق على هذا الرأي؟ لا أعتقد ذلك أعتقد أنها سياسة وليست مصيسة هناك فرق سياسة الخارجية تركز على سوريا ليس لأغراض سياسية ولكن لتنفيذ سياسة معينة لدينا الولايات المتحدة لا تدعم النظام الأسد لنكن واضحين بشأن ذلك تسأل الرئيس أو أي شخص في هذه الإدارة فسيقولون أنهم لا يدعمون الأسد لذلك لن يتم استخدام القانون كذريعة سياسية أود فقط أن أشير إلى إيران وانظروا إلى التحول في السياسة منذ إدارة أوباما حيث أعتقد أن تحول موقف الإدارة الحالية إزاء إيران هو الصحيح لقد ألغينا اتفاقنا بشأن الصفقة النووية وقطعنا كل الدعم المالي وألغينا كل تعاون مع إيران إنها ليست سياسة وتسييس بل إنه موقف سياسي لأن إيران تعارض مصالح الولايات المتحدة في كل مكان من العالم الآن سؤالي الأخير هل تعتقد أن مشروع قانون قيصر سيساعد في إيجاد حل سياسي للأزمة السورية؟ حسناً أمل أن لا يكون الأمر مجرد مشروع قيصر أعتقد أنها أداة واحدة من مجموعة أدوات إلى جانب مسائل أخرى يتعين علينا أن نواجهها علينا إنجاد حل سواء كان ذلك من خلال الأمم المتحدة أو من خلال فرض عقوبات إضافية عبر أنواع أخرى من التشريعات ومشاريع القوانين ومن خلال المجتمع الدولي أنا أجازف بالقول إنه وبخلاف روسيا وإيران فإن لدينا آخرين في المجتمع الدولي يريدون حلاً في سوريا ويرغمون في وقف مذبحة المدنيين ومعاناة الناس ليس فقط الموجودين في سوريا بل اللاجئين ودعنا لا ننسى هؤلاء ولذا أعتقد أن هناك أنواع مختلفة من الأشياء التي سنعمل على إيجادها كنوع من التسوية لذلك مرة أخرى أقول إنه يمكن للشعب السوري أن يعيش في بلد حر وديمقراطي السيدة فهمي شكراً جزيلاً لك وفي نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر السيدة رندة فهمي في هذا الحوار الخاص والممتع من العاصمة الأمريكية واشنطن إلى اللقاء اشتركوا في القناة